ماذا عن الكفن؟ ماذا عن المنديل المرتب كان موضوع جانبا؟ ماذا عن الكفن اللي انسل؟ طبعا احنا منسمع انه اكتشفوا كفن المسيح موجود حاليا في الكاتدرائية في تورينو في ايطاليا وهذا الكفن طوله اربع مطورة وربع عرضه متر وربع ومصنوع من الكتان الابيض القماش الكتان الابيض اللي من نفس الارض ويرجع عمره لالفين سنة وانه فعلا من نفس المنطقة صار في حريق في هذه الكنيسة احترقت الكنيسة احترق السندوق اطراف الكفن احترقت ولكن عندما فحصوا الكفن شيء مزهل جدا وجدوا يعني كفن انسان طوله متر وثمانين سانتي انا طول متر واثنين وثمانين تقريبا نفس الطول وانه في الكفن شاب عمره تلاتين سنة يعني بالتلاتينات وبعدين شافوا اثار لمسامير في الرصغ هذا طبعا انا بتكلم عن نيجيتف والنيجيتف استحال اي رسام اي فنان يرسم نيجيتف فوجدوا اثار المسامير في الرصغ مش كيف احنا منعرف هون انه في الرصغ ومصمار في الرجل اكتشفوا انه كان في تاج شوك كان في دم نازل في بقعة من هذا المكان واكتشفوا بين العظمة انا مش طبيب يعني اعذروني اذا اي طبيب شان يمكن مش متأكد العظمة الخامسة او السادسة بينهم في القلب والريارة لما طعن دخل في هذه المنطقة ونزل دم وماء شافوا انه في يعني فعلا اثار للدم والماء موجود في هذه البقعة بعدين شافوا اثار دماء متعرجة على الجسد هذا من الجلد الروماني والجلد انا شرحت انه بيكون عمود علوه متر وعشرين بيربطه اديه وبيجلد بيكون الجسد يعني راكع على رجليه معرّة وما معرّض في نفس الوقت انه الجلد يجي بطنه وضهره ومكتوب يعني اللي شافوه بكربون 14 انه اثار الدم اماكن متعرجة وملهاش تفسير الا الجلد انا بديش اجزم 100% هو اصلا في عنا شهادات يعني تفوق هذه الشهادة بس هذه المواصفات لا تنطبق الا على شخص واحد التاريخ والزمن والمكان احبائي ونوع القناش وطول المسيح والمسامير والتاج والطعن لا تنطبق الا على عدى ان الشهود اللي عبر تاريخ الكنيسة اتكلموا عن هذا الموضوع مشان هيك مكتوب عن يحن رأى وامن لانه انسل بجسد جديد